استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغر والتشغيل والكفاءات ينسى سكوري خلال حوار الدوحة استعرض السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة واللجوء وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء أكد سكوري أن المملكة المغربية ومنذ عام 2013 ووفقا للتوجيهات الملكية السامية تعتمد سياسة جديدة للهجرة واللجوء وفق مقربة إنسانية ومسؤولة تقوم على التعاون والشراكات المتجددة مع جميع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية ذات الصلاة